والآن أعطي الكلمة إلى دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس جمهورية العراق رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة فريد فضل بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الرئيس جو جوزيف بايدن رئيس والاتمتحدة الأمريكية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحصة تنظيم هذه القمة المهمة التي نتمنى أن تسهم في تكريس التعاون والتكامل في منطقتنا نلتق اليوم وسط تحديات تقليمية ودولية حساسة وأيضاً وسط أمالي وتضلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومجسور الثقة وتغليب لغة الحوار من أجل تحقيق بيئة مستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة لقد كان العراق بتعاون شقائه وجيرانه وأصدقائه دور أساسي في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم داعش ولكن لا زال أمامنا طريق إضافي لاختلاع جذور الإرهاب وما يستطع إلى سيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الرهاب وتشفيف بنابع تمويله عبر التعاون الأمن المشترك وتبادل المعلومات والخبرات إن المخاطر التي أفرزتها الأزمة في أوكرانيا طلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلوز السريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغداء لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة في منطقة الشرق أوسط تضررت بصورة بلموسة من تبعات التغيير المناخي وإزمة المياه ومخاطر التصحر نضافنا ذلك كله التحديات الصحية أثر ظهور وانتشار أوبع مثل جاهد كورونا وكل أهل الزمات تستدعي أن نتحرك سوية متكادفين للتصدي لها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو يقترب عمر النظام الديمقراطي الدستوري في عراق من العقدي عقب عقود من الدكتورية وهالي الديمقراطية الناشئة لا تزال تتقدم رغم التحديات والأزمات الكبيرة ولكن لا تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات وهذا ما يؤكد الحاجة على الحفاظ على القيم والمبادئ الدمقراطية في الحياة العامة وهو مسار يستزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات بعدما تجاوزنا مرحلة طرد تنظيم داعش من أرضنا أمسقت قواتنا العسكرية والأمنية بالملف الأمني وهي في مرحلة تطور بشكل مستمر لحظ أمن العراق ومقدرات شعبنا يسعى العراق إلى تعزيز بيت الحوار في منطقتنا ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر لمصالح شعبنا كما تخدم مصالح شعوب المنطقة من اللقاءات والمؤتمرات الثلاثية التي جمعت جمهورة مصر العربية والمملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قد أنتجت رؤية مشتركة لفتح مديات التعاون والتكامل في مجالات مختلفة كما كان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة معبرا عن الروابط التاريخية التي تجمع دول المنطقة وقد خطي العراق ودول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمة لتمتين علاقاتهم الرامية تحقيق التكامل في مختلف المجالات ومن هذا المنطلق أبرمنا مجموعة اتفاقات للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك قمنا بربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورة نصر العربية وقد قمنا بمبادرات لتعزيز الحوار والتعاون والشراكة في المنطقة والعراق ماضي بهذا النهج الذي يصب في مصلحته الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام وفي هذا السياق يدام العراق مسار حوار مفاوضات لبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط وجعلها منطقة آمنة بما يصب في مصلحة دول منطقة والعالم بأسره وفي هذا الصدد تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما لبي الطموحات والحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاحتداءات بحق الشعب الفلسطيني إذ يؤكد العراق أن حل الصراء على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل وحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وكذلك يدعم العراق الهدنة في اليمن القامة بصفتها بداية مثمرة لانهاء الأزمة اليمنية وعودة الاستقرار والدعم المبادرة الدولية والأقليمية الرامي لانهاء هذا الصراء كما يدعم العراق الجهود الأقليمية والدولية الرامي لحل الإزمة السورية ومعارجة داعياتها الإنسانية ويقاف هذه الحرب العبثية ويجد العراق وقوف إلى جانب لبنان من أجل تجاوز إزمته السياسية والاقتصادية وبناء جسور الحوار والتعاون لعودة الاستقرار إلى هذا البلد وفي استياق التعاون البيئي بين الشقاء أو الدتذكير بين العراق رغم يبقى منتجاً مهماً للنفط ولكن شرياناً اقتصادي هذا يزيد من تحدياتنا البيئية لذلك نعمل بسرعة على استثمار الغاز الذي يحرق في حقول النفط كما نوسع عن طاقة الاستثمار في الطاقة البديلة أن دولنا تشكل الأجيال الشابة نسبتها الكبرى تواجه استحقاقات مضافة لجهة فهم الطلبات هذه الأجيال التواقة إلى التقدم والإنجاز والتكامل مع الآخر وطلعاتها إلى استثمار إمكانيات وتحويل إزمات إلى فرص نجاح وفي هذا السياق يخترح العراق إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ويهتم البنك بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تومي المشاريع في البنى التحتية التي من شأنها تساعد في ربط اقتصاديات المنطقة ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكة الكهرباء الإقليمية وخطوط نبيب النفط والغاز وشبكات الطرق السريعة والموانئ والمطارات والصناعات التقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة كما يموي المشاريع في مجال دارة الموارد المائية والتصحر والتخفيذ من آثار التغيير المناخي حتما نتمنى لهذه القمة تحقيق أهدافها المرجوة خدمة لبلدنا وأن نجتمع دائما لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة في ظل وجود قادة من الشباب يستطيعون أن ينقضوا المنطقة لا أفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة